ايه الحمد لله صحلتوا عليه الموضوع جذيه فلاح تتعرفهم بعض يا ماتيشي ما عرفتش على هذا ترى هذا خريج سجون احترم نفسك احسنلك بدأنا بالغلط قولي حق والديك خلي احترم نفسك انا محترم قبل اشوفك هذا اللي بخليني يقوم الحينة فترمتها بالقاعد يالله قورني شاطر الخصف قابو يالله قاعد يالله ايه 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 ماشي تويا بس بس روح دارك يالله لا تخليني اطردك الحين من البيت ابا يما تضريني انا برا عشان هذين اطردك واطلب لك الشرطة بعد كان فوت عجبيني زين تسوين فيه يبا هذا الظاهر ما يدري انت منوك ايه ايه وما يدري ان انا مستقبله وما اطلع من السجن تسكت ولا اقول لامك شنو كنتوا تبيعون بالشقة لا عاد قولي شنو كانوا يبيعون بالشقة انا ما احب فتن ولا احب افضح احد بس اذا باسك اتولدك بفضح اقول يهل ابيهم ابوي هذا اللي مو عاجبك ترى غريبا بسر ايه لامك شنو الصجين مالحج اللي قاعد يقوله وين شاكو بززوجة شاكو ايه يما ترى انتي الظاهر لسيت ان انا ولي امرج وزواجكم ما رح يتم الا مواطغتي انا جدام القاضي صج والله والله بطلع لك لسان وكم الطرف تتكلم الزوجة وغصبا عليك يا الله قفوا ينطح قفوا هذا الكلام الي يجب ادع الشارب ايه وانا طلع الالسان بعد قام بتكلم ايه والله كنا مستعصين ومرتاحين وهذا عكر جولك يلا خلنمشي عبوية والله عكر مزاجنا هادم اللذات المفرق للجماعات يلا مشينا يلا مشينا يلا 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 ويا يلا يلا أنا شاكو يلا أنا لازم أسافر بس ما أقدر أهد الدير أب هالوية والمشاكل ما تبيني أنا أسافر لا لا أنا بحاول أرتب